حول هذا الموضوع من روما معنا أمين هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة الدكتور آيرين هوفمان دكتور آيرين أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية حتى نتحدث عن هذا التحذير من الأمم المتحدة اليوم عندما تقول أو تحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي تحيط بالتنوع البيولوجي هل الخطر على التنوع البيولوجي أم على الغذاء بشكل عام الأمران معا لأن التنوع البيولوجي هو طبعا أساس غذائنا ونظامنا الزراعي إذن هذا التقرير الذي أطلق الأسبوع الماضي مبني على 91 دولة وتلك الدول التقارير التي أتت منها تواجه ما نقول أنه يختص بالتنوع البيولوجي أي النباتات والحيوانات وكل المزرعات والماشية وكل طبعا ما يأتي في غذاء الإنسان ونحن نظرنا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وأيضا كل الميكروبات والحشرات وكل ما يلعب دورا وطبعا يعزز الإنتاج الزراعي هذه طبعا والتي طبعا مثل الأسمدة وأيضا الميكروبات في المياه البكتيريا وأيضا الأنظمة البيئية التي تقدم أو توفر طبعا مثلا السمك إذن نظرنا إلى تنوع البيولوجي الذي يدعم الزراعة والمنتوجات الغذائية اليوم على من تقع دكتير عيرين المسؤولية الأكبر في تشتيت هذا النظام الغذائي المسؤولية بمعنى جمع كل هذه المعلومات كانت اللجنة المسؤولة عن الغذاء التي فوضت من الأمم المتحدة لإجراء زراعة وللقيام بهذا التقرير ولكن كما قلت الحكومات والدول هناك 91 دولة قدمت المعلومات وأخيرا مهما حدث مع طبعا تنوع البيولوجي فالمسؤولية هي مسؤولية الحكومات والدول كلها وكل اللاعبين الرئيسيين في كل الدول لحماية ويستعمل أفضل التنوع البيولوجي ومن دينه طبعا الأمن الغذائي وتنويع الحمية وأنواع الطعام والتي طبعا تكون مقاومة لتغير المناخ والأمراض وأيضا الأفات هل يمكن الإنسان دكتير عيرين انطلاقا من بيته من حياته اليومية الحفاظ على هذا المشروع الذي تسعون إليه؟ أعتقد بأن كل الناس وكل شخص ينبغي أن يقوم بدوره أو أن تقوم بدورها وطبعا الناس كلهم مختلفون في أدوارهم هناك ناس مثلا في القطاع الزراعي مثل التجار والمزارعين ومزارع الأسماك فعليهم أن يقوموا بأفعال لا تؤثر سلبا على تنوع البيولوجي ولكن كما قلت إنهم في العالم موجودون معنا وهم الذين طبعا يقومون بهذا العمل وبعضهم يقوموا ببعض الأفعال التي تضر تنوع البيولوجي ولذلك فإن بعض الحكومات يمكن أن تضع سياسات وقوانين وأطرا تسهل على المزارعين والمنتجين لأن يعتنقوا ويطبقوا هذه الأفكار الخلاقة الحكومة يمكن أن تقدم محفزات يمكن أن تحفز الأسواق والتي طبعا تنوع في المنتجات الغذائية وحتى تسهل دخولها إلى الأسواق وحتى يمكن أن تكون هناك قوانين تقتحمي مناطق معينة مثلا المناطق المحمية والمناطق التي لا ينبغي أن تبنى فيها البنايات وأيضا مثلا يمنعون بعض الأفعال التي تضر بالبيئة هناك بحث أيضا ينبغي أن يعلم أو يكون هناك جهود لإعلام الناس وأيضا لصناع القرار ثم طبعا الأفراد كمسهلكين للغذاء فهم يستطيعون أن يختاروا أي نوع من الطعام يريدون أن يشتروه وهل يهتمون مثلا بالغذاء الذي حضر مثلا بطرق متعددة وطبعا لا تحترموا البيئة وهل هو محلي أو فصلي أو غيره وربما جانب من هذا كله هو أيضا لاحترام الغذاء وللاعتناء به بعدم رميه وطبعا هناك جهد لمحاولة على هناك بحث يقول بأن 30% من المواد الغذائية ترمى في القمامة وهناك ناس في المدن مثلا ينخرطون في جمع هذه المعلومات هناك أشخاص كثير يحسبون مثلا الفراشات والنحل والنمل وطبعا كل هذا يساعد في هذه المبادرات يساعد في إدراك وتوعية الناس بما يضر البيئة إذن الأمر لا يتعلق فقط الآن بالعلماء والخبراء ومن هنا بطبيعة الحال ضرورة التوعية في هذا الإطار لإيصال المعلومة الصحيحة إلى الحكومة أولا وإلى أيضا الناس شكرا جزيلا لضيفتنا من روما أمين هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في منظمة الفاو أتابع للأمم المتحدة الدكتور أيرين هوفمان ترجمة نانسي قنقر